الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم أحمد أبو الرب على أحمد حسن وزينب بحيث أحمد نزل على حسابه بالإنستغرام هذول الستوريات اللي كانت يحكي بيها على أحمد حسن وزينب شوفوها بنفسكم مين في حدا كليل مستفز هالفترة عشان هيك نيجي نحكي معاه شوي لأن أحمد حسن صار بني آدم الله أكبر هسا جاي يصب بني آدم أنا وصوت لأحمد حسن صار بني آدم من الواضح أنه جمهور أحمد حسن وزينب أعتبره وهذا التصرف من أحمد هو إساءة أو يعتبر تنمر فلهذا تهجموا عليه بشكل كبير بالكومنتات صراحة ما أدرياني يكتبوا لي بالكومنتات شو رأيكم هل سواء أحمد عادي أو غلط الخبر الثاني اللي عدنا أنبيسان إسماعيل وحذفها أو محاولة حذفها المقاطع فايز كينفش بحيث طلبت من أمجد أنه يطلع بحسابه بالإنستغرام وينزلت هذه الستوريات اللي يطلب بيها من المتابعين يسوون إبلاغات على مقاطع فايز كينفش على مودي يعني يحذفوا لهيا ويروح تعبه فهم قدروا أن يحذفوا له مقطع وبنفس الوقت قدروا أن يغيرون هذه الصورة مصغرة اللي كان حاط فيها صورة بيسان ولكن فايز رجع الصورة وراكم دقائق يعني صراحة بوجهة نظري أشوف أنه هذا تصرف جدا سيء من أمجد ومن بيسان لأنه أكثر شي قذارة تسويه اللي هو تحذف مقطع اليوتيوبر وتروح تعبه على الفاضي ما دري صراحة أن يكتبوا لي بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر وشو رأيكم تصرفهم يعني الخبر الثالث اللي عدنا عن نور ستار وعن وقفتها ويا أهل بلدها بحيث نزلت بحسابها بالإنستغرام هذه الصورة اللي كانت تحطى فيها الرسمة على وجهها بعلم العراق وبالنسبة الوقت قاية لمعلومات عن العراق بهذا البوست وصراحة أن تصرف جميل من نور ستار يعني الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وقصفها لمحمد جواني بحيث نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي كانت كاتبة بي حتى الكلب أوفه من بعض الذين مروا علينا في حياتنا ببعض البشر لا يعرفون معنى الوفاء مع أنه واضحة صراحة منه تقصد بهذا الستوري ولكن عندي شيك أنه هي تقصد أنس الشايب خاصة أنه بآخر فترة حاس أنه أكو شي بيناتهم صاير يعني وبس والله هنا وصلنا هات المقطعات من المقطع يجبكم اشتركوا في القناة ومع السلامة